تابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة من ثلاثة آلاف مشارك بين البحرين وخارجها حيث اجتمل على العديد من الرياضات منها الجري والتسلق وتجاوز الحواجز المائية والعديد من الموانع والتحديات الطبيعية والاصطناعية هذا وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن رياضة سبارتان تعد من الألعاب الحديثة التي تدخل المملكة والتي تتطلب من المتسابق توزيع جهده على جميع المراحل بالإضافة إلى أنها تتطلب جهدا بدنيا مضاعفا وتركيزا عاليا لتجاوز التحديات بالصورة المطلوبة وأشار سموه إلى أن المشاركة الكبيرة التي شهدها السباق تؤكد الحرص على اكتشاف مثل هذه الرياضات مشيرا إلى أن تواجد الشباب البحريني دليل واضح على إقبالهم على الرياضة بصورة عامة وخاصة الرياضات التي تتطلب تحديا وإصرارا في سبيل الوصول إلى خط النهاية وأوضح سموه بأنه لم يشارك في سباق سبارتا نظرا للمشاركات الخارجية التي يستعد لها من أجل تحقيق أرقام جديدة ووضع البحرين على خارطة الإنجازات العالمية وأضف سموه أنه تم عداد برامج عديدة من أجل زيادة حجم المسابقات التي تقام في المملكة وخاصة الجديدة منها والتي تضع البحرين على خارطة الدول المستقطبة للبطولات والأحداث الرياضية الجديدة وفي نهاية السباق قام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بتكريم الفائزين ومن جانبها أكدت اللجنة المنظمة أن رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد ساهمت في تحقيق النجاح للسباق وضمان مشاركة عدد كبير من المتسابقين وخاصة الشباب البحرينين سمو الشيخ ناصر اللي نشوفه اليوم في خرية الخدرة فعلا يعني إنجاز رياضي بحريني وإحنا على ثقة كبيرة بأن هذا الإنجاز ممكن يتطور أن تكون بطولة تشمل جميع البحرينيين طبعا يعني تعرف إحنا الفعاليات والمسابقات والرياضات الاجتماعية اللي تخلي الكل يشارك معنا هي اليوم الأساس وهي فكرتنا الأساسية اللي إحنا نبغي ننجزها الحمد لله قدرنا ننجز هذه المسابقة الأولى من نوعها في البحرين تفاعل الناس والمشاركين يعني فاق توقعاتنا وصل تقريبا 3000 مشارك زائد 500 طفل يعني 3500 المجموع فشي جدا ممتاز وهذه فرصة حق الواحد يجرب نفسه يجرب نفسه في المسابقات في التحديات على الأقل يشعر بروح الإنجاز